اللهم صلى وسلم ومبارك على زيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل سنة وانتوا طيبين وانسبة عيد الأضحى المبارك أعوضها الله علينا بالخير واليمن والبركات وإن شاء الله نكونوا جميعا على عرفات بإذن الله طبعا أنا بشكر كل حبيبي اللي بيكتبوا له تعليقات حلوة وبيدعموني دايما بلايكاتهم وبشكركم جدا 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 ويا رب أكون قدل سكتكم فيه وان شاء الله أقدم لكم كل جديد ووصفات حلوة وجميلة وسهلة وبسيطة ونسبة العيد بها وحبين أن أفرحوا الولاد عملت أحلى كريم كراميل سهل جدا جدا ومتكونات بسيطة عبارة عن الكيلو اللبن بياخد 2 باكت كراميل النص كيلو اللبن بياخد باكت واحد الكيلو بياخد 2 أنا عاملة 2 كيلو لبن بياخد 4 باكت كراميل حطت اللبن على النار وعالبارد كده حطت عليه الكراميل وقلبته كويس جدا لحد ما اللبن غلى مع الكراميل وبدأت بقى إيه كنت مجهزة لإطباق بتاعتي والكسات وحطت العسل بتاع الكراميل في القاعد الكسات وروح تصب عليه الكراميل هو سخن بالشكل ده طبعا تسوي بقى لحد ما يهدى كده واحط في التلاجة لحد ما يسقع وبعد كده بقى إيه أبدأ إن أنا قلب الإطباق بالشكل ده حلو جدا بيرطب على القلب كده وحلو جدا في الصيف وجميل جدا وطعم وخطير بسم الله ما شاء الله ده اللي بينشر من برة عبارة عن باكتات كده في علبة في بقى التاني بقى الطبيعي كده اللي بيتحط عليه لبن وبيض وكده أنا هبقى أعملكم الطريقة دي سهلة جدا برضو ومش هتاخد معنا وقته وسيطة جدا جدا الوصفة دي للبناء الصغيرين اللي استدخلين المطبخ جداد ومش عارفين يعملوا إيه فدي أسهل حاجة لعمل الكراميل متنسيش بقى تعمل الطريقة وتدعيلي مما تعملها وتجرى بيها وكل سلامة طيبين جميعا وكل عائلتكم وحبايبكم طيبين وفي خير يا رب متنسيش باللايك والشير وصبسكرب للقناة عشان يوصل لكل جديد وأترككم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته